السلام عليكم ورجعنا لكم في دي جديد اليوم بتكلم عن ثغرة صغيرة جدا ما فيها باند ما فيها حظر ما فيها اي شيء مخالف لقوانين اللعبة يعني اي شخص يقدر يسويها الثغرة صار لها فترة طويلة موجودة لكن عدد اللعبين اللي يستخدموها قليل بنفس الوقت بدأت تنشهر بالفترة الاخيرة فاودي اساعدكم بهذه الشغلة من المعروف اذا جيت تبيع بضاعة للبنكر او المصانع او اي تجارة باللعبة دائما في وقت على اليمين تحت المكان المطلوب قبل لا يخلص الوقت بالعادة تقدر تسوي هذا الشيء بسهولة اذا معك اشخاص يساعدوك بالتجارة لكن لو كنت لحالك في سيرفر فاضي فاتوقع انك بتحتاج هذه الطريقة طيب لنقول انك دخلت للبنكر وسويت طلب بيع للبضاعة اول ما تطلع وبعد ثواني قليلة بيتصل عليك الشخص المسؤول واللي هو ايجينت فورتين عشان مهمة البيع اول ما تقفل الجوال بيحدد لك المكان على الخريطة فالشيء اللي بتسويه بكل بساطة هو انك توقف هذا الاتصال بحيث ما يقدر الشخص المسؤول يتواصل معك بمعنى ثاني اول ما تضغط على الزر بيع البضاعة في اي دجارة بياخذك بر المكان بعدها على طول طلع جوالك اخذ السيارة اللي فيها البضاعة حاول تطلع الجوال قبل لا يجيك الاتصال طبعا تقدر تعرف وين وجهتك وتجيك كل النقاط الصفراء وكل شيء تماما كأن المهمة عادية لكن الحين تشوفون انه اول ما بديت عطاني ربع ساعة او 15 دقيقة بالضبط عشان اوصل البضاعة وهذا الكلام من قدام باب البنكر لكن شوف ايش بيصير اذا فتحت الجوال اول ما اطلع من البنكر واخذت السيارة ومشيت فيها كل الطريق لين اوصل للمدينة وداخل المدينة قفلت الجوال كذا بيبدأ الوقت يحسب من النقطة اللي تقفل فيها جوالك واخذت السيارة ومشيت فيها كل الطريق لين اوصل للمدينة ولسه معي 15 دقيقة كاملة عشان اوصل الطلبات فاذا عندك اكثر من سيارة لازم توصلها تقدر تقول انك وفرت على نفسك اكثر من 7 او 8 دقائق اضافية للمهمة وملاحظة صغيرة هنا الحركة هذه ما تشتغل بعك في كل مهمات البيع باللعبة يعني ممكن تشتغل على 70 او 80% من المهمات لكن ما اشوف اي طرر من تجربة الحركة اذا جيت تبيع البضاعة فتقدر توفر على نفسك وقت وتجيب السيارات كلها وتكسب فلوس اكثر وارجع اقول ان اذا تبيت بيع تجارة او حتى تجيب بضاعة لأي مصنع عندك فالافضل تسويها بسيرفر فاضي ونزل طريقة السيرفر فاضي بهذا الفيديو اذا تحب تشوفه من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع اعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله